السلام عليكم بشوك ومشاء الله زينيني اليوم عندي جهاز جديد من شركة انفينيكس اللي هو الانفينيكس 040 هذا الجهاز المخصص للتصوير بتفاصيل حلوة تخيل ان الكاميرا الامامية والخلفية يصور بدقة 2K شنو تفاصيل هذا الجهاز وشنو سعره راح نشوفه في هذا الفيديو فتعالوا يا ايا بالفترة الاخيرة شركة انفينيكس بدأت تطور وخاصة ان هذه الشركة اكون لها اكثر من سلسلة كل سلسلة هي مخصصة لفئة معينة هذا الجهاز اللي يعتبر من الفئة المتوسطة لكن مخصص للتصوير بتفاصيل خاصة بالكاميرا هتكون كلش ممتازة فاليوم راح نسولف على اول جزء واكيد نبلش به الكاميرات الجهاز من الخلف اكو بيه ثلاثة كاميرات والكاميرا الامامية كاميرا وحدة طيب الكاميرات الخلفية عندي الكاميرا الرئيسية الخاصة بهذا الجهاز تجي بدقة 180 ميجابيكس والشي الحلو اكو بيها تثبيت بصري حقيقي الـ OIS فمن اتصور فيديو هنا راح يكون عندك مانع للاهتزاز وهذه فتنقطة حلوة انه نشوفها بجهاز من الفئة المتوسطة طبعا فتحة العدسة الخاصة كاميرا الامامية هي 1,75 واذا نصالف على الكاميرا الثانية اللي تصويل الصور بزاوية واسعة هذة الكاميرا اللي تجي بدقة 50 ميجابيكس طبعا زاوية الالتقاط او درجة الالتقاط بالنسبة لهذه الكاميرا راح تكون 120 درجة وفتحة العدسة الخاصة بهذه الكاميرا هي F2 الكاميرا الاخيرة اللي خاصة بالعزل 2 ميجابيكس والتي تكون فتحة العدسة مالتها 2.4 هذه كأرقام بالنسبة للكاميرات الخلفية اللي موجودة بالجهاز والكاميرا الأوامية اللي موجودة على الجهاز تجي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.45 فهذه التفاصيل كأرقام الخاصة بالكاميرات طبعاً الكاميرات الضبط مالتها عندك أدة خيارات خاصة وضعيات التصوير المختلفة اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي فرح تتعرف على المشهد وتنطيك أفضل خيارات ممكنة وممكن تستخدم الوضع الاحترافي اللي موجود على الكاميرات اللي من خلاله تقدر تتحكم فتحة العدسة بالآيزو بالإنارة بكل التفاصيل حتى تحصل على صور احترافية خاصة يعني بكواليتي مرتفع جداً وتقدر العلم تقدر تصور بالجهاز الصور تكون بدقة 108 ميجا بيكسل وعندي التثبيت البصري الحقيقي فمن أصور آني فيديو رح يكون الفيديو ثابت نوعاً ما ويقلل للاهتزاز اللي موجود فهذه التفاصيل الكاميرات اللي موجودة بجهاز Infinix Zero 40 5G طبعاً أداء الكاميرات بالنسبة لجهاز ضمن الفئة المتوسطة بصراحة يعتبر شيء جداً ممتاز سواء الكاميرات الأمامية أو الكاميرات الخلفية بوضعيات مختلفة بالليل بالنهار تعامل الجهاز ويالألوان رح ينطيني الصور عالية التباين أكيد أنا كلما أصور بمكان بإنارة كافية رح تكون النتاج اللي أحصلها من خلال الصور ممتازة جداً والشغلة الرهيبة اللي موجودة بالكاميرات وخاصة بالكاميرا الأمامية أنه أقدر أصور فيديو بدقة 2K فتخيل المحتوى اللي تقدر أنه تسويه خاصة إذا استخدمت وضعية التصوير المزدوج أنه يشغل لك الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية بنفس الوقت كل خيارات الضبوط ووضعيات التصوير هي موجودة وتقدر تتحكم بيها فإذا كنت مفكر تشتري جهاز ناحية التصوير طبعاً بالنهاية جهاز هو يعتبر من الفئة المتوسطة فأكيد أني ما أقارن الصور اللي أحصلها بهذا الجهاز مع أجهزة تكون فلاكشب الصور اللي تكون ضمن هذه الفئة السعرية مع أقرانه ينطيني نتائج جداً ممتازة سواء بالكاميرا الأمامية أو بالخلفية أو صور أو فيديوهات فالنتائج اللي أنا أحصلها من خلال الجهاز مثل ما شفناها جداً ممتازة وشغلة الثانية الحلوة اللي موجودة بالجهاز أنه شركة إنفينيكس هي متعاونة مع شركة جوبرو هذه الشركة المخصصة بالكاميرات الرياضية كاميرات اللي تصور بأماكن وعيرة كلش طبعاً من خلال ضبط الكاميرا أكو خيار تقدر أنه توصل كاميرا الجوبرو مع هذا الجهاز بشكل مباشر فتقدر تتحكم بالكاميرا من خلال الجهاز مباشرة الشاشة اللي موجودة على كاميرا الجوبرو نعرفها صغيرة كلش هنا أنا تقدر تحول جهاز إنفينيكس إلى الشاشة لهذه الكاميرا وتتحكم بالكاميرا بكل الضبط وكل الإعدادات فخطوة حلوة نشوف أكو تعاون ما بين شركة كبيرة مثل جوبرو المخصصة بالكاميرات مع شركة إنفينيكس المخصصة للهواتف وبالتالي رح تنطيك نتائج حلوة هذه كل التفاصيل الخاصة بالكاميرات هس نسول فيلكم على الشكل الخارجي للجهاز طبعاً تصميم الجهاز كشكل خارجي وزنه خفيف وزن الجهاز 180 غرام تقريباً جهاز من الخلف بلاستيك الشي الحلو مات فما بي أي تطبيع للبصامات وأنا صراحة أحب الأجهزة اللي تكون بهذا الشكل مثل ما نشوف إنه الجهاز من الخلف هو منحني والشاشة أيضاً منحنية فمسكة الجهاز رح تكون كلش مريحة ما تحس إنه أي حز يصير على أصابعك مسكة ماتة مريحة ووزنة خفيف وتقدر إنه تخلي 2 SIM card بالجهاز والشي الحلو إنه صوت الجهاز هنا نستيريو السماعات هي من JBL الشركة المشهورة بالصوتيات فمن تستخدم الجهاز بمشاهدة المحتوى بالألعاب رح ينطيك تجربة صوتية جداً ممتازة وجهاز Infinix 040 4G هذا الجهاز هو مقاوم لرثاز المياه حسن معيار IP54 الشاشة الخاصة بالجهاز هذه الشاشة تجي من نوع AMOLED بتردد 120 هرتز طبعاً أكيد 120 معناها استهلاك للبطارية أكبر فأنت من خلال الضبط تقدر تختار التردد اللي تريده أو تسوي بشكل تلقائي تخلي الجهاز يتعرف على المحتوى اللي موجود عندك بالتالي رح ينطيك أفضل نتائج ممكنة وأفضل محافظة على عمر البطارية طرق الحماية اللي موجودة طريقياً ميزة التعرف على الوجه وبصمة الأصبع اللي صايرة أسفل الشاشة بالنسبة لقياس الشاشة اللي موجودة على الجهاز هي 6 فارزة 78 إنش تقريباً وهذا القياس رح ينطيك تجربة حلوة بمشاهدة المحتوى وبالألعاب حتى مسكة الجهاز رح تكون كلش مريحة لأنه حرفياً الجهاز تحسه منحني من كل الجهاز دقة الشاشة هذا الجهاز يجي بدقة شاشة اللي هي الـ Full HD Plus والشي الحلو أنه سطوع الشاشة هو 1300 شمعة هذا الرقم بصراحة أنا اليوم من أشوفه بجهاز من الفئل المتوسطة شي جداً ممتاز السطوع العالي من أستخدم الجهاز جوه شمس أو ضوء مركز رح أقدر أنه أشوف تفاصيل الشاشة بكل سهولة وبساطة وأكيد عندي طبقة حماية موجودة على الشاشة من قوريلا اللي تحافظ لي على الشاشة من الصدمات البسيطة والخدوش اللي تصير فالشاشة اللي موجودة هنا بصراحة جداً ممتازة وانفينيكس تحسها أنه خلت لك أفضل العتاد بجهاز ضمن فئة سعرية رح نعرفها بنهاية الفيديو هسه التحديث الآخر اللي موجود هنا هو المعالج وأداء الجهاز بشكل عام هذا الجهاز إجي بمعالج من شركة ميديا تيك اللي هو الهيلو جي 100 يمكن تسمعون بهذا المعالج أول مرة هذا معالج حديث إصدار سنة 2024 كان الشهر الثامن هي جيشي معالج حديث هذا المعالج تقريباً هو مقارب أو مشابه ببعض التفاصيل لمعالج سابق اللي هو الجي 99 بس أكو بيه تحديثات خاصة من ناحية الكاميرات والضبط الخاص بها هذا المعالج اللي تكون معمارية التصنيع ماتة 6 نانومتر طبعاً بالفترة الجايحة ما رح نشوفه بأجهزة كثيرة جداً الرام اللي موجود بهذا الجهاز هو 8 جيجا بايت كرام أساسي وتقدر أنه زيد الرام من خلال أخذ رام من الذاكرة الداخلية كرام إضافي يوصل لغاية 16 جيجا بايت والشي الأحلى أنه الذاكرة الداخلية الخاصة بهذا الجهاز هي 512 جيجا بايت نعم 512 جيجا بايت الجهاز من الفيرم التوسطة بصراحة رقم كلش ممتاز لأنه رح تكون عندك سعة كلش كافية تستخدمها بالألعاب بتحميل الأفلام بالتصوير بهواء الخيارات وخاصة أنه الجهاز هو يصور بدقة عالية بالكاميرا الأمامية والخلفية مثل ما قلنا بدقة 2K تالي تحتاج إلى مساحة عالية لأنه 2K مساحة الفيديو أو الصور رح تكون بشكل أكبر نوع الرام والذاكرة الداخلية المستخدمة شركة إنفينيكس اللي استخدمتها بهذا الجهاز بالنسبة للرام فهو ال LPDDR4X هو ذاكرة الداخلية اللي هي UFS 2.2 الأداء الخاص بالجهاز رح يشغلك هؤلاء من الألعاب بأعدادات عالية كلش أنا أفضل أنه تخلي على الأدادات المتوسطة حتى ينطيك أفضل نتاج ممكنة هذا الجهاز يشغلك ألعاب بفرايمات مرتفعة شغلنا عليه عدة ألعاب وكانت النتاج مالتا حلوة فما عندي مشكلة بأداء الجهاز لأنه نطاني نتاج حلوة حسب التجارب اللي صارت خلال فترة استخدامي للجهاز أخير نقطة رح أسأل فيلكم عليها البطارية هذا الجهاز يجي ببطارية برقم حلو اللي هو ال 5000 بيلي أمبير طبعا الجهاز يدعم الشاحن السريع بقوة 45 واط بحيث أنا نقدر أشحن الجهاز تقريبا من صفر إلى 50% خلال 25 دقيقة وهذا الرقم يعتبر شي حلو العلبة أكيد تحتوي على الشاحن السريع اللي يكون بقوة 45 واط بعد ما عرفنا كل التفاصيل الخاصة بجهاز انفينيكس زيرو 40 4G شنو سعر الجهاز سعر الجهاز تقريبا رح يكون 225 دولار فشنو تشوفون السعر مقارنة للمواصفات اللي ذكرناها بصراحة أنا أشوفوا السعر جدا مناسب مع كل المواصفات لأنه العتاد اللي مستخدم بالجهاز كلش ممتاز من ناحية الكاميرات من ناحية المعالج الشاشة بصراحة الشاشة اللي يجد بالنوع أمولد اللي تكون تباينها وسطوحها كلش عالي فبالنهاية أنت صاحب القرار بالشراء دائما أنا أقولها شنو الشغلات اللي تحتاجها بالجهاز وشقد الميزانية اللي محددها وعلى أساسها تختار أو تشتري الجهاز أنا استطعتك تجربتي للجهاز شنو الشغلات اللي شفتها شنو المواصفات بالنهاية أنت لتقرر شنو الجهاز اللي ناسبك طوالت عليكم وبنهاية هذا الفيديو أقول لكم مع السلامة